أبو أمير عن نفس السؤال من يعلق في ذاكرتك من المدربين والله طبعاً اثنين خليز زياني مستحيل تستجاوز يعني مستحيل يعني والأجمل يوجود أنه تم تسمية شارع باسمه صراحة والله كرياضي فرحت فرحة عظيم أنه هذا المجال الآن بدأ يحفر اسمه في يعني يعني أتمنى من كل منطقة كل مدينة النجم الرياضي الذي يعني أنجز البلد يوضع اسمه في شارع وهذه صراحة شي عظيم جداً فرحنا فرح ما بعده فرح ويستاهل أبو إبراهيم الصعوبة يا شيء وجود يعني في ذلك الفترة طبعاً رحم الله المير فيصل من فهد بدأت بناء الأندية الناس يفكر طرح بناء الأندية أو بناء الملاعب تلك الفترة بدأت صحيح الناس يفكروا أنه مجرد حجر بيتبني لا هذه رؤية كانت مش سهلة عند المير فيصل من فهد البناء هذا تبني الحجر لكن بتبني البشر وبالتالي وصلت للإنجاز هذا أربعة ثمانية مستحيل أحد في العالم تقول له منتخب السعودة حيجيب خاصة في آسيا يعني تحديداً تقول له منتخب السعودة حيجيب الكاس يقول لك ولا واحد في المئة كانت ترشيحات لكن كان في عمل جبار عمل فني وعمل الروح والحماس والإصرار والأشياء الكثيرة كلها بالتأكيد وصلت إلى المنتخب عشان كذا مستحيل ننسى أيضاً من المدرب إلا في تاريخ الذكرتنا وجود أو غيرهم اللي الجمهور إلى الآن وإحنا أطفال نخرج في الشوارع العادة تذكر اسم لاعب صحيح؟ صحيح كنا نذكر الحيو الزياني المقولة هذه مشهورة لجي لنا أو قبلنا أو لمعانا المدرب الوحيد إلا خرجنا نشجع في الشوارع حيو الزياني ما أنسى كيف نخرج أطفال إحنا كنا في مكة كنا نروح عارفين عرفوا بزدلفة مشاعر كانت هي المكان اللي لو رحنا نحدم الساحات الساحات من جد ننطلق على هناك أطفال نروح نطلع عوائل وبالشعارات أغلب تشجيعنا كان طبعاً منتخب كوشيح بس حيو الزياني كانت لها شيء عظيم بالنسبة لنا أيضاً سريعاً كاروس البرتو بيارة في ثمانية وثمانين ثمانية وثمانين طبعاً أربعة وثمانين كانت صعبة وإثارة وأول مرة مباريات يمكن مباريات إيران اللي سجل هدف اللي رفعها ناصر منصور وستجلها في بابه كابتن منتخب إيران فأخذ مع الوقت الضايع صحيح ولعبنا ضربات ترجحية واتهلنا كانت مباريات صعبة 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 جداً وهذا طبيعي أول مرة ثمانية وثمانين تشعر أننا أخذنا البطولة بسهولة ثمانية وثمانين عن جدارة واستحقاق وكنا الأفضل في كل مباريات كل مباريات عدي تشعر أن البطولة سعودية ثمانية وثمانين وهذه قوة كانت أيضاً من كاروس البرتو بلالا صراحة أحد المدربين الكبار اللي مره على الكرة السعودية هذن الإسمين مستحيل إنساهم المنتخب السعودي والكرة السعودية